موسيقى كل سنكملين معاكم مشاهدينا وارجع بقى للنقطة اللي كنا بنيكلم فيها قبل الفاصل انا كنت بتكلم في نقطة انا بشوفها مع البنات اليومين دول وغريبا نبتدى الموضوع يبقى بالتعود حب يعني البنات في بداية الارتباط وبداية الخطوبة وبداية اي علاقة حلاوة البدايات اللي احب نتكلم عليها بتلاقي الغيرة الحلوة انا معاكم مبسوطين جدا ان هو يغير علي ويكلمني روحتي فين جيت ابنين رجعت الساحة كام كلتي شربتي لا ما تكلميش فلان لا ما تركبيش العربية مع زميلي كل في الشغل كل ده جميل جد لكن احيانا الرجالة صربت لنا كده احساس اللي هو ايه انا ممكن عنفك بس ده حب انا راجل والراجل دايما اللي بيعنف ده ويبقى شديد وشارس في طريقته دايما بيدي حقل البنت او ستة اللي معاك ان الرجالة دول ما بيوش موجودين يعني ممكن يجيلك مثلا انت خارجة مع صحابك فجأة غار واحد زميلي الجي سلم عليكي فرح قايم جايبك من شعرك او على صوته في مكان عام ده بداية ان الراجل ده بعد الجواز ده هيضرب ويسيبه ويعمل لكن يا حبيبي اقنعني انه بيغير ده بيغير علي ده مش قادر لا ازاي فلان يسلم عليكي فهل النقطة دي الشخصية دي بتبان من قبل الجواز هل الغيرة دي ما بتبقاش غيرة دي بتبقى امراض نفسية ما افور فيها بس انا كست كبنت مش قادرة وصلها يعني اعرف يا دكتور شعراية ما بين الغيرة وما بين العنف بس فانو هي فكرة ان حد يخير علي دي حاجة جميلة احساس جميل حد بس المشكلة احنا بنربط الغيرة بالحب ايو مهي لان لو بيغير يبقى بيحبني ما بيغيرش يبقى بيحبنيش النقطة قسكة في ساعتها للشخص عشان دي بقى ان هو بيغير بقى يزعق ويعمل بس ارجع اقول طب لو انا بيحبها وبيغير عليها مش ههينها قدام الناس مش هحرجها قدام صحابها صح فهي دي برضو دي فكرة ما هو باي يقول لها انت اللي وصلتين يعني كده شفتي تصرفاتك اللي وصلتين يعني كده اللي هو ايه قلب الترابيزة يعني في الاخر انا مش غلطة اي غلط يبقى اللي قدامي ما هي دي الفكرة ان انا ازاي اقدر اوصل البنت والستة القدامي اللي انت الغلط وانا ما عليش حاجة انا رد فعل هو مش رد فعل الفكرة كلها ده سلوك والسلوك ده برضو دي كلها حاجات بتتبين ده مش حب طب مدام جبني كلمة سلوك هل الراجل بيعني في المرأة ده راجل سوي غالبا لا لان غالبا نرجع نقول ان الشخصي بتاعتي بسلوكي بأفكاري بتتكوي من الصغر فلو انا نشأت فيه رجالة كتير بقى عندهم مشكلة في الثقة بالنفس فكرة ان انا شايف ان انا او مثلا عنده مشاكل كان عنده والدته او مرات ابو او اي حاجة تحرض لها او شافها حاس ان بسا ابوه ما كانش راجل كفاية او لأ ان الستة واخد حقها بزيادة فلما بيجي بقى يقولك انا لما اتجوز هعمل العكس ودي طريقة من الطرق ان هو بيطلع العنف والعدوان بتاعه تجاه المفروض الشخص تاني هم بيضايقوا مثلا من والدته او من حد تاني بيطلعوا على مراته الهتيجي وطبعا ده سلوك مش سوي يعني الراجل اللي طول الوقت يكسر مأديف مراته طول الوقت محسسها ان هي زي ما حد تقول مهما عملت يعني تبقى عملاله المفاجأ او عملاله الدنيا وهدية ومقطع نفسك عشان ترضيه وفجأة تلاقي رد فعلي طب اي ست بتعمل كده الجزهة فالستة يعيني تقول ايه ده طب اللي انا عملاله ده بقى عادي يعني العقل الباطن يعني بيبقى فيه حرب داخلية ايوة فأموهاي دي بقى الفكرة ان انا زي حسل قدامي ان انا يعني عشان بقى عطوله هو حسن هو قل فيعمل عليه اعرفوا ازاي الشخصات السامة دي يعني اعرفوا زي من البداية برضو لان خلي بالكو يا ستات الرجالة دي صعبة جدا ده الراجل اللي بيكسرك ده من جوه اصعب من الراجل اللي بيضرابك يعني انا بالنسبة لي يعني الدرب معروف باين لكن ده الدرب تحت الحزام الفكرة كلها ان فيه بعض الناس بيبقى عندهم بعض السمات الشخصية بيقولك الراجل ده كارزماتك قوي شخصيته قوية جدا حس بقى ان هو راجل فاكر ما بيزعقه كده ويعرف قلب وشه وعمل كده ونفسه ده بقى بيحسسته ان هو بقى جامد يعني فيه كاس بعض السمات يحسسته ان هو شخص قديه ومميز وقديه ان هو ناجح يعني هو بيعرف يعرف ازاي يعرف يوصل ده بيعرف بيحسن تمثال بطريقة قوية جدا ان انا قديه ان انا جابني ما جابش غيلي ان انا قديه زي ما حدك قلت بالضبط اما بوله يا حبيبي اخر قطعة يحسستك ان اخر قطعة حبيبي مش اتعافي تلاقي زي تانية وعلى فكرة ده ان لو احنا بنتكلم ده اكتر الشخصيات عنفا يعني هدك خلي بقى هدك احنا قوي بنتكلم عن اشهر ناس تقولك العنف الجسدي لا لا هو النفسي اقوى كتير انا معاك ان النفسي ده اقوى كتير اكتر لان هو بيدخنف مشاكل كتير والشخص فعلا مش عارف يطلع من اللي هو فيه ودي تبقى فعلا حاجة صعب